في زمن الحروب والكوارث يصبح النزوح بكل مآسيه هو الفرصة الوحيدة للنجاة بما تبقى من حياة هذا ما بات عليه حال الكثير من سكان قرى مديرية موزح التابعة لمحافظة تعز حيث أجبرت العديد من الأسر على مغادرة قرىهم المسالمة ومزارعهم بعد أن وجدوا أنفسهم عرضة للموت بالمواجهات الدائرة في مناطقهم لتكون مدينة المخى ملاذا لمعظمهم هم موجودون في المخى وبعدهم خرقوا إلى مناطق أخرى كثير كثير ليس بقليل خرقوا كلهم وبعدهم في مدينة المخى وبعدهم في مناطق أخرى وبعدهم في الكدحة وبعدهم في تعز وبعدهم في صنعة وبعدهم في أب نزحوا كثير هنا في هذه المدينة الساحلية المحررة استقر بهم المقام في مساكن متواضعة حيث يحصلون من حين لآخر على مساعدات غذائية وإيوائية يتكفل بها التحالف العربي وبعض الجهات العاملة في الجانب الإنساني لا شيء يمكن رؤيته في قرية أو مدينة مرت بها ميليشيا لانقلاب سوى الفقر والتشرد وكثير من الموت هكذا تحكي وجوه الأطفال النازحين بعد أن روعتهم حرب الميليشيا وأخرجتهم إلى العراء مقرهين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر